تحت وطأة القصف اللامكثف طرت عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية لنزوح من بيوتها بحثا عن ملاذ آمن لكنها واجهت اقتضاضا وبردا شديدا في مراكز الإيواء التي تجاوزت قدرتها الاستعابية المصممة لها ضمن خطة الطوارئ الحكومية ودفع العدوان الإسرائيلي على لبنان أكثر من ربع السكان إلى نزوح قصرا من منازلهم من ضمنهم أكثر من 878 ألفا نزحوا داخل لبنان نحو مناطق شبه آمنة حتى الآن مزيدة في السياق هذا العرض مع الزمين لرعد عبد المجيد تفضل رعد شكرا لك شيمة دفع العدوان الإسرائيلي على لبنان أكثر من ربع السكان إلى نزوح قصريا من منازلهم من ضمنهم أكثر من 8 ألفا و 78 ألفا نزحوا داخل لبنان نحو مناطق شبه آمنة حتى الآن ما أدى إلى زيادة الضغوط على هذه المناطق التي تعاني من قصور في البنية التحتية والخدمات العامة نتيجة سنوات طويلة من التقشف الحكومي الناتج عن الأزمة الاقتصادية ويعيش 54% من سكان لبنان الآن في 6 أقضية من أصل 26 قضاء إداريا في البلاد في مناطق المتن وبعبدة وعكار والشوف وبيروت وعالية التي تبلغ مساحتها مجتمعة أكثر من 2000 كم مربع أي ما يشكل نحو 20% من مساحة لبنان وترتفع النسبة إلى نحو 76% من عدد السكان عند إضافة التجمعات السكانية الكبيرة الأخرى مثل صيدة وزحلة وطرابلس وكسروان التي تبلغ مساحتها مجتمعة نحو 3159 كم مربع أي ما يوازي 31% من مساحة لبنان وشهد 14 قضاء حركة نزوح كثيفة قراء العدوان الإسرائيلي إلا أن موقات النزوح الأكثر كثافة سُجلت في 8 أقضية علما بأن 3 أقضية وهي مرجعيون وبنت جبيل وصور شهدت الاستنزاف الأكبر في عدد سكانها وباتت شبهة فارغة ويعود ذلك إلى كونها تضم القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة والتي تعرضت لتدمير ممنهج وواسع من قبل جيش الاحتلال وعلى الرغم من تركز السكان حاليا في مناطق محددة إلا أن الضغوط الناجمة عن أزمة النزوح الأخيرة تختلف بين قضاء وآخر تبعا لعدد النازحين الذين وفدوا إلى كل قضاء كنسبة من عدد سكانه الأساسيين ففي قضاء الشوف مثلا زاد عدد السكان بنسبة 49.13% يليه قضاء عالية الذي زاد عدد سكانه بنحو 33.16% ومن ثم بيروت التي سجلت زيادة بنسبة 32.16% في عدد سكانها ومن ثم قضاء جبيل بنحو 30.18% وجزين بنحو 20.20% حيث استقبلت هذه الأغضية الخمسة نحو 51.16% من مجمل النازحين وبحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبيانات منظمة الحجرة الدولية فيما يتعلق بحركة النزوح يقدر أن تكون محافظة النبطية قد خسرت ما لا يقل عن 52% من سكانها الذين نزحوا منها تليها حاصبيا والهرمل وبعلبك وبعيدة والضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت نزيفا ديمغرافيا في عدد المقيمين فيها وتعتبر بيروت وصيدا الآن من المدن الأكثر كثافة سكانيا على الساحل اللبناني في حين أن صيدا تعاني بالأساس من مشكلات كبيرة في البنية التحتية فقد تراجعت كفاءة البنية التحتية في بيروت منذ أزمة عام 2019 تأثرا بالتقشف الكبير الذي تفرضه الحكومة لضبط الإنفاق على الخدمات العامة والأساسية وبالتوازي مع النزوح الداخلي أعلن الأمن العام اللبناني أن أكثر من خمسمائة وأربعة وستين ألفا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعربية والأجنبية قد غادروا البلاد منذ بدء تصعيد العدوان على البلد العربي في سبتمبر الماضي يشكل اللبنانيون منهم نحو أربعة وثلاثين في المئة من صاف المغادرين وهو ما يمثل عشرة ونصف في المئة من سكان البلاد إذن هو نزوح داخلي مقبر عليه اللبناني لا مخير هربا من عدوان إسرائيلي لا يفرق بين بشر وحقر فالجميع مستهدف عنده في ظل عجز دولي إذا آلة حرب لا تعرف سوى لغة القتل والدم عودة مرة أخرى لزميلة شايماء الكردي لستكمال باقي من الفتن شكرا لك رعد